نحن معنا على تريفون البطلة يومنا عياد نتعرف منها على رحلتها من البداية والغاية ما وصلت للتأهل لأولمبياد فاريس عشرين أربعة وعشرين يا يومنا صباح الفل عليك صباح الخير إزاي حضرتك يا أهلا وسهلا إيه الشطارة والحلاوة والفرحة اللي انت فرحتيها لنا دي مرسي ربنا يا خليك يد يومنا نتاج يعني شغل خمس سنين تدريب متواصل قوليلي بقى كنت متوقعة انك تعملي كل اللي انت عملتي ده أنا عارفة ان انت من الأول كده حتى قدامك هدف انت ومدربك وعلى طول كنت بتحمسه بعض وعلى طول كنت حتى هدف قدامك أيها طبعا كنت حاسة اننا فعلا هتقهل بس كده ده خمس سنين يا يومنا جاوبيلي مجهود خمس سنين بس كده هتقهل هتتقهلي ازاي عملتي عشان تتقهلي أيها طبعا كنا بنسعب كتير في التمرين وده اصلا كان الحلم والهدف بتاعنا ان احنا لازم نوصل دي ازاي كنا بنسمرا بنزود عدد ساعات تمرين اكتر الحلم والهدف بتاعي ما كانتش دايما بيغيب عن بالي كان عندي عزيما ان انا لازم اوصل بالهدف في الحلم بتاعي برافو عليك يا يومنا انا عايز اعرف بقى ايه يوم كان بيمش ازاي ما بين بقى اكيد فيه مذاكرة اكيد فيه نظام غذائي ماشي عليه فيه تدريبات في النادي يا يومنا ايوة بقولك يوم كان بيمش ازاي في التدريبات كنت بسحى الصفحة بدري اصلي واتمرن تمام وكان عندي كلية بروح كليتي ولما بخلص بروح بتوضع واصلي واشوف الحاجة اللي عندي في الكلية اذاكر شوية وبعد كده برجع اروح التمرين تاني طب والاكل بقى بقولك ما لازم يكون فيه غزة كويس ايوة انا كنت باهتمم بالاكل التاعي اه طبعا كان فيه نظام غذائي اكيد بقى بس كل الموضوع ان انا كنت باهتمم بالاكل التاعي وبنظمه عظيم يومنا انا عارفة ان انت كان عندك تقوص ايام الامتحانات يعني انت كنت بتقف معسكر المنتخب تسفري اربع ساعات لغاية مكانك تمتحني وترجعي تاني تتمراني احكيلي عن التفاصيل دي انت بحسسنا الموضوع بسيط مع ان انت تعبتي وشئتي جدا هو كان ايام الامتحانات بتاعتي تمام ما كانش ينفع ان انا اجلها تمام ايام الامتحانات بتاعتك في كلية ايه انا كلية تربارة دي جامعة دميوت سنة كم الفرقة كم الفرقة التالتة تمام فكنت بستازم من المعسكر كنت بخلص تمرين بتاعنا بالليل والفترة التانية وكنت بنزل بوصل متأخر يدوب اروح بتمرن كنت مع تواصل مع كابتن بتاعي بتمرن وبعد كده اروح البيت انام اصحى اروح الامتحان بتاعي اطلع من الامتحان على ان المعسكر على طول عشان بيبقى عندي تمرين تمام يومنا مين كان بيدعمك في البيت؟ ماما وبابا طبعا كانوا بيشجعوك كده ويفض وقت عشان التمرين ايوة طبعا كانوا دايما بيشجعوني وهم كانوا اكبر دعم لي فرحتهم بيكي بقى عاملة ازاي بعد اما تأهلتي؟ طبعا فرحة كبيرة جدا ما تتوصفش لان هم عارفين ان هم ان هو ده الحلم بتاعي وهم كانوا دايما ورايا وبيشجعوني علشان اوصل للحلم بتاعي ده طيب والدعمين ليك دول تقول لهم ايه؟ ربنا يخليكم ليه انت كل حياتي يا سلام طيب هنستعد ازاي بقى لأولمبياد باريس؟ اكيد لها استعدادات مختلفة ايوة طبعا بنستمرن وبدأنا نحط خطة من دلوقتي وبنستمرن عليها طيب انت كل تدريباتك نستعد ليها من دلوقتي طيب انت كل تدريباتك في الاساس كانت موجودة في البلد مش كده؟ ايه لا اه اهنا قبل احنا بقلنا بنسمرة انا والتكبتن بتاعي مع بعض تمام؟ على طول بستمرار يوميا وبعد كده عذكرنا في المركز الاولمبي المنتخب بتاع الملقمة قعدنا حوالي شهر ونص أو شهرين وبعد كده عذكرنا 16 يوم في المغرب وتلعنا من المغرب على سنغال دقار عشان بطوله ايه اصعب مباراة قابلتيها مباراة دور الاربعة مع فاطمة طاعة الجزائر لان هو كان مطف التأهيل كان صعب ده ايه ما شاء الله يومنا حققاتي انجاز ولسه قدامك اللي جاي بإذن الله تشرفينا في اولمبياد باريس عشرين وعبعة وعشرين بنشكركم نتمنى لك طبعا كل توفيق البطلة يومنا عياد اول ملاكمة مصرية تتأهل الى اولمبياد باريس عشرين اربعة وعشرين